لم يكتفي الاحتلال بالسيطرة على أكثر من 55% من مساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل بل يحاول بالسبول كافة تهويده والاستيلاء عليه بالكامل لتحويله إلى كنيس يهودي وفي هذا الإطار اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال تمار بن جفير الحرم الشريف هذا ضمن المسلسل الممنهج والجرائم التي تتتابع في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف وضمن خطة ممنهجة لمزيد من التهويد في داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف وكانت آخرها نصب الأعلام وإطلاق الألعاب النارية من سطح الحرم الإبراهيمي وبالإضافة إلى التهويد باقتحامات بوزن وزير متطرف هذه من سلالة المدرسة ذاتها التي تخرج منها باروك جولدشتاين مرتكب المجزرة والتي كانت على إثرها تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا وهذا ما يحاول الاحتلال سعب للمسجد الأقصى المبارك لا يقدر الله المستوطنون نفذوا رقصات وتقوس تلمودية داخل أروقة الحرم لمناسبة ما يسمى بعيد الاستقلال فيما سمحت قوات الاحتلال لهم برفع علم دولة الاحتلال والشمعدان وإطلاق مفرقعات والعب النارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية هناك كذلك اعتداءات متنوعة في مجملة كذلك التنكيل بالمواطنين الداخلين والعابرين الزائرين للحرم الإبراهيم الشريف أخطر هذه الاعتداءات هو الاقتحام ما يسمى بوزير الأمن القوم بن غفير وهو سليل مدرسة صاهيونية حاقدة على الحرم الإبراهيم الشريف وهو من تلاميذ باروك بولدشتاين الذي ارتكب مزرة الحرم الإبراهيمي سنة 1994 وكان من نتائجها مزرة أخرى وهو تقسيم الزمان والمكان للحرم الإبراهيمي وهذا ما يسعى له الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكيته الوقفية الخاصة بالمسلمين وهذا يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقاف مخططات الاحتلال من خلال توافد بشكل مستمر إلى الحرم الشريف عرين العملية الخليل تلفزيون فلسطين